تنتهي في الثلاثين من الشهر الحالي المهلة القانونية لتقديم المكلفين إقراراتهم الضريبية إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحسب بيان صحفي اليوم قال إنه سيتم توفير العدد المناسب من المدقيقين الضريبيين في كافة المديريات التابعة للدائرة بما يتناسب مع عدد المراجعين فيها وأكد أن الدائرة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للتسهيل على المواطنين تعبئة الإقرارات الضريبية إلكترونيا خلال الفترة القانونية المتبقية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والتي تنتهي في نهاية الشهر الحالي